طبعاً النهاردة كانت في مباراة في بطولة كاسا مصر يعني استكمال المباراة الدور الـ 32 كان في مباراة بتجمع طلاع الجيش مع نادي الشرقية وقدر طلاع الجيش ان هو يفوز فوز كبير على الشرقية 3-0 طبعاً يعني المباراة خلينا نقول انها مباراة كانت من طرف واحد ويعني فوز مهم لطلاع الجيش رغم يعني حنقول سهولة المباراة يمكن الشرقية ما كانش الفريق اللي هو يخوف قوي على مدارة 90 دقيقة رغم انه هو صمد لحد الدقيقة 60 يعني قاعد صامد ساعة قدام طلاع الجيش اللي اضاع العديد من الفرص ولكن بمجرد مبادئ احمد سمير التهديف يعني انه سجل هدف الاول في الدقيقة 60 انهار تماماً فريق الشرقية وبعد كده في الوقت اضيع قدر اسلام محارب انه هو يسجل الهدف الثاني لطلاع الجيش وكريم حلاوة قدر انه هو يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 94 وخلينا نقول فوز مهم وفوز برضو معناوي لان طلاع الجيش عارفين انه هو موقفه صعب في بطولة الدوري ولكن شفنا صحوة الفترة الاخيرة بالفوز والرمنتادة اللي اتكلمنا عليها من كام يوم بعد خسارته الشرط الاولاني قدام حرص الحدود قدر طلاع الجيش انه هي يرجع واكسب 3-2 فكان فوز مهم قبلها وفوز مهم جدا برضو على غزل المحل 1-0 قبلها تعادل بتعمل فوز مع فيوتشر فمنقول ان طلاع الجيش اخر 3 مباراة في الدوري بيجمع 7 نقاط من 9 طبعا مهم جدا في التوقيت ده خصوصا موقفه صعب والحد الوقت موقفه صعب مباراة زي النهاردة رغم سهولتها ولكن برضو بتقول ان الكابتن عماد النحاس ماشي في الطريق السليم طبعا يعني برضو من النتائج اللي اتحققيت خلينا نفكر حضراتكو بنتائج جدور الـ 32 والمباراة اللي تلعبت لحد دلوقتي طبعا الدخلية واسوان كان فوز للدخلية 4-3 بركلات الترجيح بعد طبعا ما الماتش خلص 2-2 سموحة وفوز على قاله ايجيبت 2-1 سيراميكا كليوباترا فوز كبير طبعا على دي كيرنس رغم ان دي كيرنس يعني فرق من الفرق اللي بتنافس تحت في مجموعة بحري ويعني بتنافس بقوة خسرت 5-0 قدام سيراميكا كليوباترا ام بي وفوز على لفينة 3-0 البنك الاهلي فوز على شبان اينا 3-2 وانا بحيي بصراحة شبان اينا جدا في المباراة دي لانه عملوا مباراة كبيرة جدا قدام البنك الاهلي فواجب ان انا اوجه لهم التحية المقاولين العرب وفوز كبير على الحمام 4-0 نادي المصري وفوز على بترول اسيوت 3-1 الزمالك وفوز على بروكسي 3-2 وطبعا اكيد اكيد يعني كم مصر كلها اتكلمت في النقطة دايات اكيد بحيي بروكسي كل اللعيبة بالجهاز الفني على المباراة كبيرة اللي عملوا قدام الزمالك طبعا ده كان من خلال اكسترا تايم طبعا بعد ما انتهت المباراة بالتعادل 2-2 للتحاد السكنداري وفوز على السكة الحديد 2-0 وبرضو بوجه التهناءة للكابتن امير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد عمل مباراة كبيرة قدام الاتحاد و2-0 برضو من خلال الاكسترا تايم بعد ما انتهت المباراة بالتعادل 0-0 وبرضو السكة الحديد من الفرق اللي بتنفس بقوة مع زد ووادي دجلة في مجموعة القاهرة على الصعود الدوري الممتاز فارق وفوز على الاتصالات 1-0 فيوتشار وفوز كبير مباراة 4-1 على طلاقة الاسطول والنهاردة طبعا مباراة اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها طلاقة الجيش وفوز على الشرقية 3-0 تعالوا نشوف بقية المباراة اللي بقية لسه في دور 32 مباراة اللي لسه هتتلعب بيرامزة هيواجه راية يوم الاربع 17 مايو هيكون على ملعب الدفاع الجوي الاسماعيلي هيكون في مواجهة النجوم يوم الاربع 24 مايو هتكون على استاد اسماعيلية حرس الحدود في مواجهة غزل المحلة يعني فرقتين من الدوري الممتاز يعني بيوجهوا بعض زي كده اسوان والدخلية المباراة هتكون يوم الحد 28 مايو على ملعب الماكس واخيرا مباراة الاهلي مع منتخب السويس اللي لسه ما تحدد لهاش معاد لحد الوقت اخيرا نشوف مباراة دور 16 اللي هتتلعب كده اتحدد ان الزمالك هيكون في مواجهة فاركو الدخلية مستني الكسبان من الاهلي او منتخب السويس سموحة هيكون في مواجهة الاسماعيلي او النجوم مين اللي هيكسب سراميكا كليوباطرا هيكون في مواجهة المعامل العرب البنك الاهلي في مواجهة طلاع الجيش بعد ما كسب الشرقية النهاردة امبي في مواجهة فيوتشر المصري هيكون في مواجهة حرس الحدود او غزل المحلة اللي هيكسب واخيرا الاتحاد السكندري هيواجه الفائز ما بين بيرامدز وريادابة خص بطولة كاس مصر